الله 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 نور على نور نور على نور والذي رفع السماء بغير عمل أن من يجلس في هذه المساجد ويقبل على بيوت الله يريد فدايع التوبة ويريد نور الله يهديها الله عز وجل لهذا النور لأن نور الله يوجد في هذه الأماكن الله سبحانه وتعالى في سورة النور ذكر لنا آية عظيمة اسمها آية النور تصف لنا نور الله ثم ذكر بعد هذه الآية أين تجد هذا النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب در يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تنسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضل والله يرزق من يشاء بالغير حساب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا